اثالثة صباحا الواحدة بتوقيت جرينتش موجز اخباري اتيكم من القاهرة اهلا بكم وصل الرئيس السيسي الى العاصمة الامريكية واشنطن للمشاركة في فعليات القمة الامريكية الافريقية اصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بان الرئيس السيسي يعتزم التركيز خلال اعمال القمة على الموضوعات التي تهم الدول الافريقية في ظل التحديات العالمية القائمة وتعزيز الشراكة الافريقية الامريكية واضاف متحدث الرئاسة ان برنامج زيارة الرئيس السيسي الى الولايات المتحدة يتضمن عقد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الامريكيين ونخبة من مجتمع رجال الاعمال الامريكي كما سيجتمع الرئيس السيسي بعدد من الرؤساء الدول والحكومات المشاركين في القمة نظمت الجالية المصرية بالولايات المتحدة وقفة امام مقر اقامة الرئيس السيسي بواشنطن بعد وصوله للعاصمة الامريكية للمشاركة في فعاليات القمة الامريكية الافريقية ورفع ابناء الجالية المصرية الذين توفدوا باعداد كبيرة من عدد من الولايات الامريكية لفعوا لافتات ترحيب بالرئيس السيسي واعلام مصر ورددوا شعارات وعبارات تعكس اعتزازهم وتأييدهم للرئيس السيسي وسياسته الداعمة لمصر وللمصريين اصدر الرئيس الامريكي جو بايدن امرا تنفيذيا بتخصيص مجلس لمراعاة شؤون الجاليات الافريقية في الولايات المتحدة يأتي ذلك في الوقت الذي تصديف فيه واشنطن القمة الامريكية الافريقية الثانية والتي تستمر على مدار ثلاثة ايام اكد وزير الخارجية الامريكية انطوني بلينكين انه لا سبيل لمكافحة التغير المناخي في افريقيا سوى العمل سويا واشار بلينكين على هامش القمة الامريكية الافريقية الى رصد اكثر من مليار دولار لمكافحة التغير المناخي في افريقيا والانتقال الى الطاقة النظيفة كما اعلن بلينكين عزم بلاده انشاء مكتب دولي للامن الصحي والديبلوماسية الصحية يطلع بمقاومة الفيروسات في كل دول العالم قال مسؤولون امريكيون ان الولايات المتحدة تضع اللمسات النهائية على خطة لارسال منظومة صواريخ باتريوت الدفاعية الى اوكرانيا ونقلت سي ان ان عن مسؤولين قولهم ان موافقة بايدن متوقعة على مقترح وزير الدفاع كما اشارت الى ان خطة وزارة الدفاع الامريكية بحاجة الى موافقة وزير الدفاع لويد اوستن قبل ارسالها الى الرئيس جو بايدن لتوقيعها لكن الموافقة متوقعة قالت السفيرة الامريكية لدى النيتو جوليان سميث ان الحلف لا يرى في الوقت الحالي اي مؤشرات على استعداد روسيا لاستخدام اسلحتها النووية واضافت سميث ان التحالف يراقب عن كثب لاستخدام المحتمل للاسلحة النووية في اوكرانيا ووعدت المبعوثة الامريكية بمواصلة تحذير روسيا من خيار استخدام الاسلحة النووية لقي العشرات مصرعهم في الكنغو بسبب فيضانات وسيول ناجمة عن الامطار الغزيرة كما الحقت الفيضانات اضرارا جسيمة بالممتلكات وغمرت المياه الشوارع الرئيسية في وسط العاصمة واجتاحت المياه عدة شوارع في منطقة جنبيه التي تضم وزارات وسفارات نهاية الموجز والمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق اكسترانيوز من خلال ابل ستور او جوجل بلاي او من خلال الكيو ار كود الطاهر على الشاشة شكرا على طيب المتابعة والى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة